وفاق سطيف ممكن اول مرة راح نتحدث في هذا المنبر عن وفاق سطيف ماذا يحدث لهذا الفريق نحن في الجولة السادسة رسالتي فقط للانصار باش يعرفوا انه هذا هو التعداد اللي راح نكملوا به الميركات ورح نكملوا به الموسم يعني قضية الامر يعني ما بقيتش باش ننتقدو الادارة يعني مش ندافع الادارة ولا ندافع المدرب ولا ندافع اللعبين يعني هذه هي التركيبة اللي راح تكمل بها الموسم اليوم ممكن تدير ضغط سلبي على هاللعبين والله على الادارة ما راح تغير حتى حاجة قدر ممكن تدير على الادارة يروح اكس والله يروح فلان ولا فلان دير على المدرب ممكن يروح المدرب فلان ويجي فلان واحد اخر لكن على اللعبين هذه هي التركيبة اللي راح تكمل الميركاتو هذه هي التركيبة اللي راح تكمل الموسم مركاته ممكن تكون تدعيمها ثنين أو ثلاث لعبين لكن هذا هو اللعبين اللي راح تكمل بهم الموسم يعني في الوقت الحالي الفريق مطالب أو أنتم مطالبين بدعم الفريق ومسانته والرفع من معناوياته لأنه فيه مباراة تختلف على المباراة أخرى صحيح أنه ليس هذا هو المستوى الحقيقي لنادي وفاق سطيف لكن هذا هو التعداد اللي راح تكمل به الموسم والموسم ما زال طويل حتى لا تكون هناك أمور سلبية ممكن يقدم هذا المناصر للفريق هذا الموسم يجب أن تكون اليد في اليد حتى ينهض الوفاق من الوضعية التي يتوجد عليها ويعود إلى مكانته سواء في الدورية المحلة على المستوى القاري